نروح على خبر مهم يمكن دي اخبارنا كده جوان نادي الالي خلاصة نروح للاخبار المحلية في تنس الارضي يمكن مصر هتلاعب اوبروس في الشهر الجاي مارس عشان يتحدد ميلا يتأهل للمجموعة التانية في كأس ديفيدز العالمي او ده يعني متعرفين دي بطولة عالمية كأس ديفيدز ومصر دايما بتشارك فيها بشكل منتظم الماتش ده هتلاعب على ملعب نادي الجزيرة الرياضي يوم 4 و 5 مارس اللي جاي الماتش ده هيكون عبارة عن خمس ماتشات اللي هيفوز بتلاتة هتأهل على طول البطولة تبدأ بماتشين فردي في اليوم الاول وبعدين اليوم التاني هتعامل ماتش الزوجي وبعد كده اليوم التالت هتعامل ماتشين الفردي التاني يعني لو بدأنا بالرجال هننهيب بين سيدات اول عكس هيحصل منتخبنا مع عسكر دلوقتي والجاز الفني هيا لنقايمة يوم 22 الشهر ده كل التوفيق للتنس الارضي نتمنى التوفيق طبعا نجمتنا ونجمنا في التنس الارضي هنروح للسلاح السلاح طبعا حدث ولا حرج اتحاد رائع بيقدي اداء كويس لعيبة رائعين ده منتخب مصر للشباب للسلاح اللي استطاع انه يفوز بزهبيت مونديال سربيا منتخبنا الوطن لشباب سلاح سيف المبارزة توج بمدياليا الزهبية في كأس العالم للسلاح والتلعبت في العاصمة السربيا بالجراد في الفترة من 5 لحد 7 فبراير اللي احنا فيه منتخبنا حقق المدياليا الزهبية دي بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 45-38 منتخبنا كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الالمانيا 44-43 وبعدين فوزنا على اطاليا 45-39 وقبل النهاية على امريكا 43-42 ألف منهم مبروك للسلاح الحقيقة يعني حاجة ما شاء الله جميلة جدا مين بالمثل المنتخب لازم نقول أساميهم الأبطال اللي ان شاء الله متوسمين فيهم خير في باريس 20-24 محمد السيد محمود ياسين محمود السيد عمر عبد الباقي أبطالنا أبطال السلاح هنروح للجهود ويمكن كان معنا مداخل الحلقة اللي فاتت كابتن مرزوء رئيس الاتحاد وخصنا بخبر وهو التعاقد مع مدرب روسي لمنتخب مصر للجودو تم الاعلان طبعا عن المنتخب وده طبعا أليكزندر المدير الفني لمنتخب الجودو واللي تم الاعلان عن اسمه يمكن منذ أيام الراجل ده عنده سيرة ذاتية قوية جدا ده اللق وهو بيلعب ما شاء الله يعني حاجة قوية جدا لعب أولمبيات وكاس عالمه عنده من الخبرات اللي يقدر يفيد بيها منتخب مصر ده حقق في ضيط أولمبيات لندن وكمان حقق خمس مديليات في البتوط العالم تلاتة ذهبيات وبرونزيتين الفترة اللي جاية يكون فيه اجتماعات بين المدير الفني وجهاز المعاون واللي بيضم أبطال اللعبة السباقين زي حاتب عبدالآخر اللي جبنا صورتهم من شوية ومحمد علي ومحمد محي علشان يحطوا البرنامج اللي هشتغل عليه لعابتنا في الفترة اللي جاية اتحاد الجهود الفترة اللي فاتت بيعمل مجود كبير الحقيقة وطبعا رئيس الاتحاد أنا عايز أقول لكم مرزوق ده الراجل شاب شاب على فكرة نحن أتصور أنه في آخر تلاتينات أو أولي الأربعنات مرزوق شاب صغير ما هواش كبير رئيس الاتحاد والراجل داخل بفكرة وحماس كبير جدا وإحنا بندعمه بشكل كبير وشايفين أن الجهود من الألعاب اللي لو اهتموا بها تجيب مديليات وعايزين منتخبنا يرجع لسابق عهده لأن ده بيعني ذلك أو ده بيعني على طول مديليات في الأولمبياد أنا واحد من الناس أكون أسعد رجل في الكون لما لقي مصر خدت 7 و 8 و 10 مديليات أولمبيا لأنه هو ده مصر وهي دي ماشي مع النهضة المصرية دلوقتي الحقيقة أنت عندك بنية تحتية رياضية رهيبة عندك استضافات بطولات على أعلى مستوى عندك تفرى رياضية جمدة جدا وكل العالم شحنا اللي بنقول العالم كله بيشهد مش تفرى بس على مستوى الفني ولكن على مستوى الإداري كوادرك في كل حتة دلوقتي في الاتحادات الدولية وهنجيب لكم مرة حصر مين عندنا ومين معانا ومين من كوادرنا في كل مكان في الاتحادات فإذا فيه تفرى كبيرة جدا بتحصل في الرياضة وده وضع الطبيعي لمصر نتمنى إن شاء الله الحصول على أكبر عدد من المديليات الليومبية هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل مروى الهضيبي ومريم الهضيبي لعبتا منتخب مصر ونادي الأله في تنس الطولة ولكن بعد الفاصل